وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون قوارب البيتنجان بما أنه هالأيام هي موسم البيتنجان حبيت أني أعمل لكم هالوصفة طبعا هاي الوصفة من الوصفات اللي كثير بعملها في البيت وحبيت اليوم أني أشاركها معكم بتمنى أنها تعجبكم تعبوها معي وتعالي نشوف طريقة العمل بالنسبة للبيتنجان هوني طبعا أنا اخترت البيتنجان الصغير وحاولت أني أختار الأحجام إنها تكون متساوية وأكيد الكمية التقديرية أول خطوة هون رح أعملها بالنسبة للبيتنجان رح أبلش أني أكشر فيه طريقتكم في التكشير أنا هون رح أترك شوية من كشرة البيتنجان مع الحبة حتى وقت لقلي إنها ما تكشر زيادة هلا هوني أنا رح أكشر كل الكمية وبعدها رح أجمحها بصحن هاي كمية البيتنجان رح أستخدمها طبعا حطيت عليهم معلقة كبيرة من الملح ما تكثروا الملح حتى ما يطلع ماكن بيتنجان مالح ورح أترك البيتنجان مقوع بالملاح حتى تنزل عندي ميتون طبعا هون رح أعمل خط بهاي الطريقة بكل حبة حتى وقت لقلي إنه يستوي مع البيتنجان من جوا هلا هون بخلي البيتنجان على جنب وببلش أحضر بالحشوة للحشوة هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي وإذا حبيتوا تستخدموا الزيت الزيتون أكيد ممكن رح ننزل هون حبتين حجم وسط من البصل طبعا عندي هون البصل أنا فرمته نعم بقلب البصل وأول ما أشوف عندي هون البصل الذبر رح أنزل البحارات رح أحط هون الملح بالإضافة إلى الفلفل الأسود ورح أحط معلقة صغيرة من البابريكا استخدمت هون البابريكا الخشنة بقلبهم ورح أنزل هون اللحمة بالنسبة لللحمة هون أنا استخدمت المفروم البقري إذا حبيتوا تستخدموا مفروم الغنم أكيد برجع لكم الكمية اللي استخدمتها هون هي 500 جرام رح أقلب اللحمة ورح أتركها حتى تستوي أول ما أشوف عندي هون اللحمة بلشت إنها تنشف ميتها رح أنزل البحارات طبعا عن هون ما رح أكثر البحارات رح أحط فقط الملح بالإضافة للفلفل الأسود ورح أحط معلقة صغيرة من قشور البصل والثوم وبقلبهم مع بعض وبعدي هون رح أنزل البندورة بالنسبة للبندورة هون أنا استخدمت ثلاث حباتي من البندورة طبعا حبات كبار حطيتهم في الخلاط وخلطتهم كثير منيح ونزلت هون معلقة كبيرة من معجون الطماطم بالنسبة لمعجون الطماطم ممكن تحتاجوا أكثر حسب لون البندورة عنكم بترككم شوي ورح أنزل هون نص كاز من الحمص طبعا الحمص اختياري بس أنا كثير بحبه مع البيتنجان إذا حبيتوا تستغنوا عنه برجع لكم هون آخر إشي رح أحط معلقتين كبار من دبس الرمان دبس الرمان بيعطي حموظة كثير طيبة للسلصة هيك عندي الحشوة صارت جاهزة بخليها على جنب وهيك عندي البيتنجان كمان صار جاهز طبعا البيتنجان لما تركته منقوع بالملح نزلت ميته صفيته كثير منيح من الماي وهلا هون رح أقليه بالنسبة للقليط طبعا الأفضل إن يكون عندكم الزيت حامي بظلكم تقلبوا فيه حتى تأخذوا درجة التحميل اللي انتو بدكم إياها هيك عندي البيتنجان تمام هلا هون رح أشيره من الزيت وأحطه على الفاين الخاص للمطبخ ورح أتركه حتى يتصفت تماما من الزيت هلا هون رح أبلش بحش البيتنجان طبعا رح أوسع الفتح اللي أنا عملتها ورح أحط كمية منيحة من الحشبة طبعا هاي الوصفة أكيد ممكن تعملوها في البيتنجان الكبير هما في الأصل بيعملوها في البيتنجان الكبير بيكسموا البيتنجان بالنصف يا أما بيشووا أو بيقلوا حسب انتو كان بتحبوه الصلصة هون رح نحتاج معلقة كبيرة من ثواب المرق الدجاج ورح أنزل هون علبة من معجون الطماطم تقريبا ثلاث ملاقة كبار نزلت هون معلقة صغيرة من النعنع الناشف بالإضافة للفلفل الأسود ورح أنزل هون المي الصخنة تقريبا كاستين ونصف الأفضل أنها تكون عندكم المي الصخنة حتى بالفرن إنها ما تخذ معكم وقت هلو هون رح أنزل الصلصة وكونوا كريمين بالصلصة آخر إشي هون قبل ما أدخل الصينية الفرن رح أحط على الوجه جبنة المزرلة جبنة المزرلة أختياري بترجع لكم بس يبطع تينكها كثير طيبة ممكن كمان تحطوا مع الصينية الفلفل الحار طبعا هون الصينية عندي جاهزة هلو هون رح أدخل هالفرن بالنسبة للفرن رح يكون عندنا على درجة حرارة 200 طبعا التشغيل كان معي كلياته من تحت حتى تحمرت معي الجبنة هيك عندي أول ما طلعتها بالنسبة للتقديم قدمت جنبها رز بشعرية عشان هيك الأفضل أنكم تكثروا شوي من الصلصة ما شاء الله الطعم النكحة جدا شهي طبعا هاي الوصفة من الوصفات لكثير مناسبة بهالأجواء هاي بتمنى أنها عجبتكم الوصفة جربوها واعطوني رأيكم فيها وهاي وصفتنا لليوم إذا حبيتوها وعجبتكم ما تنسوا دعم قناة الإشراك فيها تفاييز زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم ولا تشمعا من قناة أطيب الوصفات يمي